اشتركوا في القناة وضاع الرهنة على النحو الذي يهدد حياة المدنيين وأمنى واستقرار المنطقة كما أعرب الرئيسان عن القلق البالغ من استمرار التصعيد الحالي وما يصاحب ذلك من تظاهر شديد للأضوع الأمنية والإنسانية مؤكدين أن تحقيق الاستقرار المستدام بالمنطقة يتطلب التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لمرجعيات الشرعيات الدولية طلق رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين وصراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاتصال تناول التشاورة بشأن مسجدات الأوضاع الراهنة وتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلية حيث تم استعراض التطورات الأخيرة والتجديد على أولوية تضافر الجهود الإقلامية والدولية للعمل على وقف التصعيد والعنف وضبط النفس حقنا للدماء ومنعا للمزيد من تظاهر الأوضاع كما تم التوافق على مواصلة وتكثيف تشاور والتنصيق بين مصر والأردن بهدف تعزيز جهود تحقيق التهديئة وصولا لدفع مصاري تسوية الشاملة والعادلة لقضية الفلسطينية على أساس يحل الدولتين وفقا لمرجعيات شرعية دولية ذات الصلاة وبما يضمن إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أهمية وقف التصعيد الجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين وممارسة ضبط النفس من جميع الأطراف لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر جسيمة على حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة واستعرض رئيس السيسي في اتصال هاتفي طلقا من رئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل التحركات المصرية الجارية مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية في هذا الصدد ذلك بهدف توحيد الجهود واتصاقها وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل التراب وعدم الاستقرار وصولا لدفع جهود السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفقا لقانون الدولي وقرارات الشرعيات الدولية ذات الصلاة وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال شهد التباحث حول التطورات المتلاحقة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي حيث أكد شارل ميشيل حرص الجانب الأوروبي على تكثيف التشاور وتبادل الرؤى مع الرئيس السيسي في هذا الخصوص ذلك بهدف إنهاء حالة العنف والتوتر المتصاعد التي تنذر بعواقبة خطيرة ارتفعت حصيلة ضحايا العضوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 424 شهيدا وأكثر من 2300 مصاب لحق ضمار كبير في الأبراج السكنية والشقق وممتلكات المواطنين قصفت طائرات الاحتلال منازل في عدد من المدن بالقطاع من رفح جنوبا حتى بيت حنون شمالا وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد عدد من الفلسطينيين في مواجهات مع جيش الاحتلال فضلا عن إصابة أكثر من 50 آخرين طلبت فلسطين بعقد اقتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزري في أقرب موعد ممكن وقال مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية إن الاجتماع العاجل يأتي لبحث صبر التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي ومسألة مرتكبي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وكذلك التصيد الإسرائيلي غير المسبوق على قطع غزة وصلنا مشاهدين إلى ختام الموجز ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أركود الظاهر على الشاشة شكرا لكم على تيب المتابعة ولكم إني تحية أنا أية عبداللطيف ترجمة نانسي قنقر